موسيقى مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من استوديو الجزائر بيان كاذب من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أو نسب إلى جمعية علماء المسلمين الجزائريين يسمى ببيان علماء الجزائر صالة وجل في وسائل التواصل الاجتماعي نقلته حتى مواقع إلكترونية تابعة لمؤسسات إعلامية معروفة هذا البيان فتح الباب أمام قضية خطيرة وقضية مهمة في الجزائر قضية الأخبار الزائفة هذا المصطلح فيك نيوز الذي سمعناه ونسمعه منذ سنوات مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في الدول الكبرى هذه الأخبار الزائفة صنعت الحدث حتى في مناسبات سياسية مثلا الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما سمي بالتدخل الروسي وما جاء من بعدها من جدل كبير في الساحة السياسية الأمريكية وحتى في دول أخرى في دول أوروبية ودول متقدمة لماذا نحن في الجزائر لم نضع آليات لمكافحة هذه الأخبار الزائفة خصوصا وأننا في موسم قريب من الانتخابات الرئاسية وفيه الكثير من التصريحات والكثير من الأحداث والكثير من التطورات التي ربما تلزمنا بأن نكون أكثر احتراسا وأكثر رزانة ورصانة في التعامل مع المعلومات في هذه الحلقة نحاول أن نبحث الإشاعة في الجزائر كيف تنتشر خصوصا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي طبعا نتحدث حول هذه التطورات مع ما حصل في تونس طبعا في تونس قاموا بإنشاء شبكة اسمها تونيجيا تشيك نيوز أي شبكة لمراقبة واستبيان الأخبار في تونس هذه البوابة باستطاعة أي مواطن أو أي مؤسسة إعلامية التوجه إليها حتى تتبين الخبر الصحيح من الخبر الزائف في هذه الحلقة أسعد بأن أستضيف كل من الأستاذ عبد الحميد عبدوس وهو عضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين طبعا هو كاتب ومدير تحرير سابق بجريدة البصائر التابعة للجمعية أهلا بك أستاذ أهلا بك أستاذ شكرا على الاستضافة وتحية لكل مستمعكم ومشاهدكم الأكرم أهلا وللضيوف طبعا وباقي ضيوف الدكتورة فتيحة بوغازي الأستاذ المحاضرة بجامعة الجزائر في تخصص تكنولوجيا الإعلام أهلا بك دكتور أهلا بكم تحية طيبة وشكرا على الاستضافة مرحبا وأيضا الدكتور سعيد شيكدان وليس شيكيدان كما هو معرف في كلية الإعلام جامعة الجزائر طبعا أستاذ محاضر بكلية الإعلام جامعة الجزائر أهلا بك دكتور شكرا على الاستضافة ونرحب بجمهور كريم أهلا أستاذ عبد الحميد عبدوس جدل كبير بيان وصف بأنه بيان زائف لم يصدر عن الجمعية وعن العلماء ولم يكتبه العلماء وانتشر انتشارا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام وبدأت حتى التحليلات والتأويلات ومن يريد أن ينظر فيما بين سطوره كيف حصلت القصة وسؤال آخر لماذا تأخرتم في النفي بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم أولا أصح في البداية مراحلة بسيطة وليس بيان كادب لجمعية العلماء وإنما بيان مكذوب على جمعية العلماء جمعية العلماء أصدر التصويب للبيان الكادب على لسان رئيسها قديد الشيخ عبدالي سانكسوم الذي هو بالمناسبة موجود خارج الوطن في مهمة علمية ونصب إليه أنه وقع بأول أمس بيان مع علماء الجزائر طبعا ويمكن أن ترزبنا أن يعرضون البيان ربما المنشور في صفحة الدكتور عبدالرزاق قسوم في شبكة الأنترنت في الفيسبوك بيان تكذيب بيان تكذيب نعم نعم هذه هي التكذيب الرسمي نعم فكما تعلمون أستاذ علي أن الإعلام الآن هو زمن المعلومة وهو ربما الأساتذة ستطلقون إلى هذا الموضوع ومع وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح الكبير في وسائل الاتصال أصبحت المعلومة تنتشر بسرعة وبسعة أيضا تصل إلى أفاق كبيرة ويستطيع أي واحد الآن خاصة من وسائل التواصل الاجتماعي خارج وسائل الإعلام التقليدية التي لها بعض الضوابط كمراقبة الخبر والتأكد منه وإلى خيره ولكن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع أي إنسان أن ينشر خبر ويدع بسرعة ويتلقفه الراغبون خاصة إذا صدف هوا في نفس المغردين ومن يريدون أن يحيكون القضايا ويلفقون الأكدير ولذلك جمعية العلماء موقفة كان واضح الحمد لله واضح من حيث الذي له متتبع لمواقف العلماء يستطيع أن يرى التناقض العجيب بينما هو موجود في البيان المكذوب وبين مواقف المتسلسلة لجمعية العلماء لكن هذا البيان المكذوب كما وصفته أستاذ تم تلقفه بشراحة وبحماسة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنهم يعتقدون بأن لجمعية العلماء مصداقية في المجتمع وأن الموقف الذي تتخده ربما يكون جاذب لشراح أخرى يعني استهدفوا العواطف نعم نعم لجمعية العلماء الحمد لله لا تتمتع بمصداقية نتيجة هذا الصدق والوفام مع مبادئها نعم دكتورة فتحة أبو غازي من هذه النقطة قضية الاستهداف العاطفي هنا جمعية العلماء المكلمين الجزائريين صورة الدكتور عبدالرزاخ قسوم وصورة العلامة أي تعالجة ثم بيان مكذوب وبيان ليس له في الواقع الشيء الاستراتيجية هنا في الإعلام نعم بطبيعة الحال هذه كلها تدخل في استراتيجية الإقناع لأن الإشاعة كما نعلم هي خبر مكذوب الإشاعة عادة هي خبر كاذب أو خبر غير رسمي أو خبر مجهول المصدر فبالتالي هنا حتى الجهات التي روجت الإشاعة حتى تعطي لها صورة المصداقية تقدم ربما شخصيات لها مصداقية في المجتمع تغطى ربما بالغطاء الديني لأنه نعلم أن المجتمعات خاصة المجتمعات تعنا عندهم إن صح التعبير كل ما هو ذو غطاء ديني يصدق وجمعية العلماء المسلمين بطبيعة الحال عندها تاريخ عريض في المجتمع الجزائري وعندها تاريخ عامر بالتالي بسافة الإقناع تكون أقل أقصر أكثر وبالإضافة إلى ذلك التربة الخصبة التي هي شبكات التواصل الاجتماعي نحن نعلم أن شبكات التواصل الاجتماعي من أهم مميزاتها هي السرعة والتفاعلية والانتشار بمجرد أنك تقرأ الخبر تساعد في انتشاره لا تحتاج أنك حتى تضغط على إذا عملت لايك أو مشاركة فالانتشار سوف يكون أوسع وأكبر فبالتالي هذه الأرضية الخصبة هي التي جعلت الإشاعة سريعة الانتشار بالإضافة إلى سبب آخر هو سبب مهم جدا لأن التعطش للمعلومة الرسمية إذا كان هناك فيه نوع من إذا أنصح التعبير نوع من تضييق على المعلومة الرسمية فهذا المجال يفتح أو في هذا الأمر يفتح المجال للإشاعة للانتشار لأنه في حدث مثل مثلا بعض الأحداث تفرض أنه تعطي معلومات المتلقي للجمهور وهذا من حق الجمهور نحن نعم فيه في علوم الإعلام والاتصال أنه الإعلام حق من حقوق المواطن فبالتالي إذا كان غياب للمعلومة يفتح هذا هيفتح المجال للانتشار الطبيعة لا تقبل الفراغ بطبيعة الحالة ممتاز المشكلة هنا أستاذ شكده أنه لا يوجد معلومات رسمية لا يوجد إعلام موثوق وبالصورة السريعة خصوصا بالسرعة لأن خاصية السرعة هذه رهداتها وسائل التواصل الاجتماعي وغالبا يختلط السرعة على التسرع التسرع يغلب السرعة هنا في هذا المفهوم وهناك أيضا هذا إذا ما أحسننا النية طبعا أنه فيها من تسرع في نقل الخبر ونقلها بصورة زائفة لكن الكثير الأطراف أيضا تحاول أن تستثمر في هذه الجانب الجانب العاطفي والجانب الجماهيري نعم بالفعل ربما أنا أتدخل في نقطتين مهمتين أنا نعيش في ظل العولمة الإعلامية بالإضافة إلى العولمة السياسية أين تكنولوجية الإعلام والاتصال أثرت كثيرا على المجتمعات العالمية أين المعلومة تنتشر بثواني تنتشر عبر العالم خاصة بظهور صحافة المواطن عبر مواقع تواصل الاجتماعي مهمة جدا هذا من جهة من جهة ثانية تكثر إشاعات وتنتشر إشاعات أكثر في أوقات الأزمات أو في أوقات أوضع سياسية معينة هذا الأول ونرى أن في هذا الوضع وضع انتخابي أوضع واقع سياسي انتخابي رئيسي متغير سياسي مهم جدا في الجزائر هنا ربما الإعلام إن لم يكن في مستوى في مستوى الاحترافي عموما بجميع وسائل الإعلام الصحافة المكتوبة إذا عادوا تلفزيون إذا لم يكن في مستوى هنا تكون أرضية خصبة لانتشار إشاعات الإشاعات كما أشاءت الأستاذة إشاعات معروفة عبر التاريخ وتعرفها كل مجتمعات تحت المجتمعات المتقدمة ومتطورة تعرف الإشاعات ولكن حسب المستويات سربت لي مصادر معينة أنه أمس درست درس الإشاعات بلفع بمناسبة مصادر موثوقة بلفع بالفعل بالأمس فقط درستي طلبة تعريف الإشعاء الواء الإشعاء ظروف انتشار الإشعاء إلى آخرها لكن إشكالية المطروحة هنا في الجزائر في هذا الظرف لماذا بزاد جمعية العلماء وليس جمعيات أخرى مدنية أخرى وليس أحزاب سياسي أخرى لماذا استهدفت جمعية العلماء وتحت عنوان بيان علماء الجزائر زائد علماء الجزائر هنا ربما نعم بموقع مكانة جمعية العلماء بتاريخها العميق بتوراثها الماضي العريق بتوراثه الديني الإصلاحي التاريخي بمكانة المجتمع الجزائري تعرفون أن الشعب الجزائري ربما يتنازل على كل شيء إلى الدين إلى الدين هذا صفة مجتمع الجزائري أن الإسلام والدين قد يتنازل كل الأفكار كل المواضع إلى الدين هنا ربما نكتشف لماذا استهدفت جمعية العلماء لأن في مخيال المواطن الجزائري جمعية لهم رمز من رموز الشخصية والهوية الجزائرية وعندما نختار رمز من رموز الشعب الجزائري المجتمع الجزائري هنا إشاعات تكون ذو تأثير أكبر من استهداف الجمعيات الأخرى هنا سر استهداف جمعية العلماء نعم سر الاستهداف والاستغلال العواطف المرتبطة بهذه الجمعية وبالعلماء الدين الجزائريين لكن أستاذ عبد الحميد عبدوس ليس هنا أنتم أيضا عندكم مواقع عندكم صفحات لماذا لم تسارع هذه الصفحات من بداية انتشار هذه الإشاعة قد تحتلي فرصة لوضح أمر مهم يعني في هذه الأهمية ما يصدر بصفة رسمية عن جمعية العلماء يصدر في لسان حالي هذا هو جريدة البصائر وهي تملك لكن في وسائل توصل الاجتماع لا ينتظر أن تصدر جريدة في اليوم الموالي ووسائل توصل الاجتماع هناك موقع فيسبوك يعني تنشر من خلال الأخبار فإذا كان الموقف الرسمي الذي تحاسب عليه جمعية العلماء أو ينسب إليها هو ما يصدر عنها رسميهم بيانات وتصريحات سواء عن طريق رئيس في ندوات صحفية التي كثير ما يقضى أو عن طريق ما يصدر في لسان حاليها الرسمي الذي هو جريدة البصائر ويعني من المستبعد أن يدخل الإنسان في جري وراء الرد على إشاعات لأنه سيجد أن وقته سيضع حباء لكن هذا مهم من بسبب الرأي العام سيحصل التباس مثلاً بكثير من المواطنين إنساء وخلف هذه الإشاعة وقال لك أنظر علماء الجزائر ماذا يقولون من أين يستمد رأي العام معلوماته من الموقع الرسمي الموقف الرسمي لا أستطيع أن أبني أنا موقف على شائعة مثلاً يأتي إنسان ويقول الأستاذ علي قال كذا وكذا أنا بفروض كصحفي أو كمتثبت توجه إلى مصدر مباشرة هل صرحت بهذه المقالة لا بد من تثبت هذه واجب ديني وأخلاقي وأنتم يا أستاذ عندكم من ينفي ومن ينفي أو يؤكد نعم والدليل على ذلك يا سيدي إنه صدرت الإشاعة هذه أمس ورد مباشرة الدكتور عبدالي الزاكس وهو خارج الوطن مجرد ما وصلته الإشاعة أو المعلومة المكتوبة رد عليها وتخطفتها وسائل الإعلام والحمد لله أبطل سحر الساحر وإن كان يريدون أن يخلقوا بيف والغريب أنه ما جاء في هذه الخبر المكتوب يتناقض كلية مع مواقع جمعية العلماء المعلنة لا تستطيع أن تأخذ الآن رأي وتنسب الجمعية العلماء في حين مجموعة ربما المتابعين من إعلاميين من باحثين من أستاذة عندهم هذه القابلية أنهم يميزوا هل هذا البيان غريب غريب لا يوجد أدبيات الجمعية يقيسها بمصطرة المواقف لكن بالنسبة للمواطن العادي يرى علماء الجزائر ويرى موقف هو مباشرة يربط المواطن العادي يتتبع مثلا الآن موضوع الانتخابة اليأسية وموضوع طاغي والبيانة الذي نصيب إلى علماء الجزائر يقول بأن علماء الجزائر طالبون بمرحلة انتقالية وكل مواقف الجمعية منذ تقريبا تنصيب لجنة هيئة الحوار الوساطة التي التاقت بجمعية العلماء وأخذت المقرار رسمي وهي تثمن وتدعو إلى توفير الشروط والضمانات للانتخابات الرئاسية نزيها هي لا تطالب مرحلة انتقالية هذا غريب الذي وضع هذه الأكذوبة لا يعرف تماما موقف جمعية العلماء لم يدرس ولم يتثبت ولم يتأكد نسبة أو هو يعرف ويقصد جمهوره من لا يعرف ولكن الحمد لله وقع التكذيب والتثبيت والتصحيح مباشرة بين تقريبا بضعة ساعات بمجرد ما وصل الخبر إلى الدكتور عبدالرزاك السوم تم نفيه وتكذيبه ونشر مشيرة في وسائل الإعلام الرسمية التي يمكن تثمينها دكتورة فتيحة أبو غازي أنت كمقتصة في تكنولوجيا الإعلام الاتصال لماذا نحن دائما نحس أننا في موقف القاصر الغير قادر على حماية نفسه أمام ما ينشر في وسائل التواصل الاستماعي يمكن لأي حملة لأي معلومة لأي إشعة أن تزرفنا ممتاز هذا الأمر مهم جدا لأن هناك كين متغير لا يجب تناسيه لأنه تغييب عقل المتلقي لأن المتلقي قبل أن يتلقى المعلومة وطبيعة الحال يمكن يكون فيه ارتباك للمحيط الإشعة لمن نسبت لأن هذه الأمور كلها تؤثر على المتلقي إذا نسبت إلى مصدر منفوق فبالتالي المتلقي ليس مغيبا عقليا وإنما دينتعنا كل الأمور فيه واضحة رب سبحانه عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فبالتالي الإشعة متى تنتشر إذا كان فيه المحيط المهيئ والحدث المهيئ هنا فيه تعطش من طرف المتلقي للمعلومة ثم ظهرت المعلومة فتقبلها بصدر رحب فانتشرت التبين يقع على عاتق هي تتبع الإشعة لنسب الأمر السهل أحيانا تحس أن أي معلومة تنشر في صفحة من الصفحات يتقبلها عادي قريتها هذه معلومة وصبتها وقريتها تدور في الفيسبوك بهذا الجملة هذا بالنسبة لعامة الناس ولكن يبقى عندنا ما يسمى بحراسة البوابة في علوم الإعلام والاتصال بمعنى قبل أن تظهر الإشعة الفكرة التي كنت أحب أن أقولها أن الإشعة ليس من السهل تتبعها بمعنى هيئة معينة صدرت في حقها إشعة ليس من السهل أنك تتبعها وترد عليها لأنها تبقى خبر مكذوب أو مغلوط أو غير متيقن من مصدره غير رسمي فبالتالي لا يمكن تحميل الجهة التي نسب لها الخبر المسئولية لأنها غير مسئولة عن الأمر وإنما هناك ما يسمى بمحاولة أن الهيئة تحاول أن تواكب التطور لازم يكون عندك مواقع شبكة تواصل الاجتماعي لازم يكون عندك جمهور عريض لازم يكون عندك رد الفعل السريع من أجل لأن في الحقيقة الإشاعات خاصة سياسية الهدف منها ضرب استقرار الوطن عادة الهدف منها تشويه صمعة هيئة معينة فبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من الحرص والتفطن لمثل هذه الأمور نعم التفطن لمثل هذه الأمور وأيضا السرعة والكفاءة والنجاعة أستاذ شيك دان هل هي متوفرة عندنا؟ عندنا من كفاءة حتى نستطيع أن نطوق هذه الإشاعات في مهدها؟ نستطيع هنا ربما دخلنا في موضع مهم جدا والاستهلك الإعلامي للمعلومة في ظل مواقع التواصل الاجتماعي أي الجمهور الآن بكل مستوياته من مستوى متدائي متوسط محدود إلى مستوى جامعي يستهلك المعلومة الإعلامية الآن كيف يستهلك أحيانا أستاذ محلي فقط نعم حتى مؤسسات إعلامية تنطلع عليها هذه الإشاعة وتبث أو تنشر الخبر مثل ما حصل مع البيانة العلماء الجزائر بساته وسائل الإعلام معروفة هنا نتكلم عن الاحترافية الاحترافية الإعلامية هنا هي الاحترافية أهل المستوى الأداء الإعلامي والاحترافية الإعلامية ونحن دائما طلبتنا في الجامعة ندرسهم ما هو الفرق بين الإعلام الموازي والإعلام الرسمي وغير رسمي وما هي صفات الاحترافية الإعلامية الاحترافية الإعلامية كما قالت الأستاذة لا أبث ولا أنشر أي معلومة دون التأكد من مصدرها أولا مادة مصداقيتها أولا ومضمونها قد تكون معلومة بوكالة الأنباء ومصدر الموثوق ولا أبثوها حتى طبيعة المعلومة لكن أيضا السرعة والسبق هذا مهم جدا سبق السحفي لكن أستاذ سيخرج بهذا الخبر أولا سيبثه كعاجل أولا ولكن السبق السحفي نعم ولكن هناك مجال مسؤولية اجتماعية في الإعلام مسؤولية اجتماعية لا يكونوا ما تدبوها بيون بس عبر وسائل الإعلام مستويات البث مستويات الوعي اجتماعي مستويات الجو سياسي للدولة ككلها كل معلومات نعم أثقوا فيها ولكن لا أبثوها ربما لخطورتها لقوة تأثيرها على الجماهير ربما لإستراتيجية المعلومة أي هنا الاحترافية الإعلامية أولا أولا لا أبث الإشعة هذا ضعف إعلامي رهيب جدا الوسيلة التي تبث إشعة مستوى ليس في المستوى الإعلامي اطلاقا اثنين المستوى الثاني المستوى الاحترافي أبث المعلومة هنا تدخل مصلحة المجتمع المسؤولية الاجتماعية مهمة جدا الإعلامي لا يبث كل ما دبه خاصة خاصة أركز عبر وسيل الإعلام السماعية البصرية الصحافة المكتوبة الآن في عصر الصورة في عصر كارافان الصورة قد لا تؤثر ولكن الصورة والمواقع المواقع التواصل الاجتماعي لهات أثير مباشر وسيلها جدا على نجمه الآن أستاذ علي تكلمتي على وسيل الإعلامي التي تبثت هذه الإشعة أنا ربما استغرب كثيرا كيف وسيل إعلامة وبس إشعة أنا ضعف رهيب في الاحترافية الإعلامية لكن ربما في خضم هذا السباق أحيانا الأمور لا تكون واضحة مهما تكون رغم أن أستاذ اسمحني هنا أخلاقيات المهنة التدخل أخلاقيات المهنة الصحفية أخلاقيات المهنة الإعلامية رغم أن الوسيلة ربما معارضة لجمعية العلماء ربما لها خط معارضة لجمعية العلماء لكن لأبوس الإشعة احترافية لأبوس الإشعة أبوس المعلومة الصادقة هذا مربط الفرص في رأيي بالفعل أن السبق يجب لا ينسب الاحترافية الاحترافية الأساس يعني الأمر العظيم أن تجمع بين الاحترافية وسرعة الوصول إلى المعلومة وإذا توفت لصحفي محترف معلومة هناك وسيل تثبت منها لكن هنا ربما والآن وسيل اتصال لكن أحيانا الامتحانات والاختبارات الواقعية الآن وسيل اتصال متوفرة يعني عن طريق الهاتف عن طريق التنقل عن طريق كذا ولكن الأصل إذا فقدت مصداقيتك فقدت كل شيء فقدت كل شيء السبق والعمل وكل الجهد الذي بدلت المصداقية هي الأساس والمصداقية وكما قالت الدكتورة هو قيمة دينية أيضا لا تقول إلا ما أنت متأكد ولا تقفو ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولا نعم أستاذ أستاذ فقط سوف نتحدث بعدين سأوضح نقطة سوف نوضح العديد من النقاط ربما خصوصا في هذا الموضوع قبل أن ننتقل للموضوع آخر لأنه ممكن لنرحل الفاصل أستاذ أتفضل معني سروح الفاصل القاسر ثم نواصل نفقات حولها هذا الموضوع البيان المكدوب لا يخص جمعية العلماء علماء الجزاء علماء الجزاء هي مجموعة فيها يعني علماء المحترمين الإبادية فيها علماء البتائي المنخلطين في جمعية العلماء فيها تشكيلة من علماء الجزاء ولذلك بما فيهم الدكتور كسوم الوحيد الذي كدب بسرعة وباحترافية هو دكتور كسوم راكمية العلماء المسلمين لنرحل الفاصل القاسر أستاذنا ثم بعد ذلك نتحدث حول كيف يمكن أن تكون لدينا خطة أو استراتيجية حقيقية لمعالجة موضوع الأخبار الكاذبة خصوصا في ظل التجارب التجارب التدخل واستعمال الإشاعة خصوصا في الانتخابات الأمريكية وفي الانتخابات في العديد من الدول وأيضا ربما البوابة التي فتحتها للسلطات في تونس حول التحقق من الأخبار الكاذبة وانت سأل لماذا لا تكون لدينا بوابة نتحقق من خلالها من الأخبار الكاذبة لكن بعد فاصل قاسر مشاهدين ثم نواصل أهلا بكم مشاهدين الكرام ومجددا نسد الجزائر مستمر معكم لهذه الصهرة طبعا موضوعنا حول الأخبار الكاذبة والأخبار الحقيقية كيف نميز الكاذب من الحقيقي خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي وهل لدينا استراتيجية حقيقية لمكافحة الأخبار الكاذبة ولتفنيدها في الوقت المناسب أم أننا لا نزل نواجه صعوبات في هذا الموضوع طبعا ضيوفي الذين أسعد بأن أعيد بالترحيب بهم مجددا الأستاذ عبد الحميد عبدوس عضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أهلا بك أستاذ مرة أخرى وأيضا دكتور سعيد شيكدان الأستاذ المحاضر بكلية الإعلام جماعة الجزائر أهلا بك دكتور مرة أخرى والدكتورة فتيحة بوغازي الأستاذ المحاضرة بجماعة الجزائر كلية الإعلام دائما تخصص تكنولوجيا الإعلام أهلا بك دكتورة مرة أخرى دكتورة أبو غازي لو أبدأ معك طبعا الإعلام والإعلام الإلكتروني دخل في حلبة السياسة في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا التدخل الروسي وما عرفت بشبكة كامبرج أناليتيكا التي تدخلت في وسائل تواصل الاستماعي وأثرت بشكل ما حسب دراسات وحسب تقارير وحسب تحقيقات في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية إذا كانت هذه أمريكا بإمكانياتها ودراساتها ومراكزها وإعلامها فما هو حالنا نحن؟ في الحقيقة هو التكنولوجيا الإعلام والاتصال فتحت المجال للجميع إن صح التعبير لممارسة المهنة الإعلامية وندخل في ما يسمى بصحافة المواطن أي إنسان يمتلك كاميرا أو يمتلك هاتف ذكي ولديه اتصال بشبكة التواصل الاجتماعي يمكنه أن يصبح مواطن صحفيا من خلال نشره للأخبار هذا لم يكن مواطن لكن لم يكن مواطن جهات وهيئات معينة وعندها دراسات وعندها إمكانيات وعندها أهداف ممتاز هذا على المستوى البسيط إذا رحنا للمستوى المعقد إذا كانت جهات معينة وهنا الهدف هو هدف مغرض فبالتالي هنا الخطورة تكبر وفي حالة الولايات المتحدة الأمريكية والانتخابات الرئاسية كان فيه ما يسمى بالحسابات المغلوطة أو الحسابات الكاذبة على شبكات الفيسبوك وتويتر وكما تعلمون الأمريكان يستعملون تويتر بأكثر من الفيسبوك فبالتالي توجهت الإدارة الأمريكية إلى غلق العديد من الحسابات المغلوطة والحسابات الكاذبة أو الحسابات المجهولة للمصدر من أجل تفادي الوقوع فيما يسمى بالدعاية إن صح التعبير لأنه في حالة الانتخابات الرئاسية إلى آخره فندخلوا في متاهات الدعاية والدعاية المغرضة والإشاعة إلى آخره للمساس باستقرار البلد أو للمساس لأنه حسب كيف تنشط هذه الحسابات حسب ما نشرته الكثير من وسائل الإعلام أنها تدخل مثلا إلى صفاحات وسائل الإعلام الكبرى المؤثرة في الليلة المتحدة الأمريكية ثم تبدأت بتعلق باتجاه حتى هذا المتلقي لما تكرر وتكرر العملية تبدأ آراءه السياسية بالطبيعة الحال تتزعزع ثم تميل نحو الاتجاه الذي تطلبه تلك الجهة ممتاز هنا التأثير على المدى البعيد بمجرد أنك تكرر الرسالة الإعلامية عدة مرات مهما كان الوسيلة المستعملة خاصة شبكات تواصل الاجتماعي لما لها من شعبية ومنها من جمهور واسع فتكرر الرسالة سوف يؤثر بطريقة غير مباشرة على نفسية المتلقي ربما تكرر مرة مرتين ثلاثة إلى آخره فتصبح حتى وإن كان خبرا كاذبا كلما زاد تكرار هذه الرسالة سيؤثر على الجمهور المتلقي بطريقة غير مباشرة أو في لاوعي المتلقي يصبح يؤمن بالرسالة حتى وإن كان يعلم بأنها كاذبة حتى نحن بدأت تجينا باهرة تسمع بالذباب الإلكتروني التشويش هذه تدخل في الرسالة الإعلامية هناك معنصر التشويش عادة عنصر التشويش من أجل خلق الفتنة عنصر التشويش عندي خبر عندي رسالة وجهها إلى المتلقي إلى الجمهور فقبل أن تصل إلى الجمهور المتلقي يدخل عنصر التشويش عنصر التشويش هذا ممكن يكون شائعة ممكن يكون خبر كاذب ممكن يكون دعاية مغرضة جهات معينة فبالتالي هذا التشويش يجعل الرسالة تصل مغلوطة إلى المتلقي فيصبح المتلقي في حيرة من أمره هل يصدق أم يكذب حتى وإن تكررت فإن طبقنا عليها مبدأ التكرار مبدأ تأثير على المدى البعيد عن طريق التكرار يعني أن هذه وسائل الإعلام سبحاني يا دكتورة التي نقول أنها تمثل نموذج لديمقراطية الإعلام وحق المواطن في الإعلام هي ديكتاتورية توجيه معين بصورة ذكية هو حقيقة معروف والشائع أنه لا يوجد وسيلة إعلامية حيادية كل وسيلة إعلامية عندها سياسة معينة ويقف مرأها أشخاص عندها خط عندها خط افتتاحي تتبعه فبالتالي انطلاقا من الخط الافتتاحي سوف يتأثر الجمهور بتلك الوسيلة انطلاقا مما تعطيه الأهمية نعم وهذا ربما خطة مهمة أو نقطة مهمة دكتور شيكدان لما تكون هناك وسيلة إعلامية معروفة معروفة خطها ومعروف من يملكها واتجاهها هذا أمر معروف يعني في البداية أنت تعرف هذه الوسيلة لكن لما تكون هناك جهات لا تعرفها لا تعرف توجهاتها لا تعرف أهدافها لكن عندها استراتيجية وعندها جيوش لتؤثر على الرأي العهن هنا المشكلة بالفعل وهذه المسترحة التي أبحث عنه استراتيجية عندما أي مؤسسة أو جهة إعلامية تتبنى هذه الأمور تدخل في استراتيجية إعلامية استراتيجية آمية في عصر يجب أن يكون في علمنا أننا نعيش عصر الصورة عصر كارنافال الصورة يسمى كارنافال الصورة حسب المواقع التواصل الاجتماعي لأنه لأول مرة في تاريخ الوسيلة الإعلامية لأول مرة في تاريخ الوسيلة الإعلامية يجتمع المكتوب والصوتي والصوري في معلومة قبل التقنية وانفجار إعلامي كأن المكتوب في جهة الإذاعي في جهة والتلفزيوني في جهة لأن الآن لماذا قوة الإعلام نعيش عصر الثورة الإعلامية لأن أجمعها بين ما هو مكتوب ما هو سمعي و ما هو مرئي وهذا هنا تكون قوة المعلومة وتأثيرها الآن عندما يدخل جهات معينة رسمية تتبنى هذه السياسة هذه تدخل في استراتيجية معينة إعلامية وكل استراتيجية أهداف معينة وأهداف معينة والإشاعة في هذه الأمور تنتشر أكثر خاصة في هذا الظرف في هذا الظرف عندما يكون ظرف سياسي مثل انتخابات الأمريكية في ظرف سياسي معين يعني هذه الوسائل للإعلام أو هذه الجماعات أو الشبكات التي تؤثر على رأي العام حتى في الولايات المتحدة الأمريكية التي فيها سياسات اتصالية وفيها متحدثين يوميين باسم أعلى الهيئات في الولايات المتحدة الأمريكية وتخبر رأي العام وسائل الإعلام على كل مدار الساعة وفي كل لحظة بالجديد يعني اتصاليا هم متقدمين جدا فما بالك نحن بهذه الثقافة الاتصالية التي تعود إلى سنوات وعقود خلت بالفعل هنا لا نستطيع أن نقارن بين الأمريكا والمجتمعات النامية حتى في أمريكا هناك لبيات وراء الصورة وراء الإعلام هناك لبيات إعلامية لبيات مالية تتحكم في الخبر تتحكم في المعلومة تتحكم في الصورة حتى في أمريكا لكن مجتويات الدعاية كما أشاءت الأستاذة والاستراتيجية تختلف من دولة إلى دولة حسب الإمكانيات أما في المجتمعات النامية بالفعل ما زالنا ربما في طريق التكوين الإعلامي والعلمي في هذا المجال نعم أستاذ عبد الحميد عبدوس من خلال ربما معاينة أولية التكنولوجيا تتقدم بصورة كبيرة وسياستنا الاتصالية لدى معظم المؤسسات لا تزال حبيثة الستينات أو السبعينات إن كنا يعني رحيمين معها يعني تقصد الوضع للجزائر دينا ولا في العالم كيف نتعامل مع الإعلام كيف نتعامل مع المعلومة هو الحروب النفسية والطقل الإعلامي والتلاعب بالعقول هذه كانت ظاهرة موجودة وما زالت موجودة وستمر ومن هنا همية التحديد لستراتيجية الإعلامية تكون عندك استراتيجية إعلامية تعرف ما هو المهم والأهم وذكرت قبل قليل مثال بتونس والتصدي إلى الخبر المكتوب وما يسمى بالفاك نيوز يعني الأخبار المصنعة على المكتوب الزائفة جاءت المبادرة من الإعلام الرسمي يعني للتلميزة الرسمية أساس العمومية هي التي بدرت وكانت رائدة وسباقة قاطرة ستجربة قيث الإعلام هذه خطوة يجب أن يحتدى بها لخطوة مهمة لأن الإعلام يعني هو منتوج استراتيجي يعني ليس حاجة يعني متروكة للعابتين هو منتوج استراتيجي يستطيع أن يغير شيئ كثيرة يستطيع أن يقلب نظام يستطيع أن يقلب قيم يستطيع أن يؤثر يفكك مجتمعات ومن هنا ما ذكر الدكتور مهم جدا تحديد الإستراتيجية لما تتحدد الإستراتيجية العمية تكون هناك الجبهات معروفة ومفروزة وتقلل أيضا من تأثير الشائعة لأن تكون هناك قوة يعني يستطيع أن ترد وأن تتصدى لهذه الشائعة وكما قلت لك الشائعة هي موجودة منذ موجود الإنسان موجودة وتتواتد وستستمر وبأشكال وتتقدم بتكنولوجيا وهذه التضليل الإعلامي يعني هناك تقنيات الآن تدرس كيف تغسل الدماء وكيف تؤثر عن الإنسان وكيف تغسل الدماء وكيف تؤثر عن الإنسان وكيف تغسل وأحفاظه وما قبله طبعا لكن ربما أن أفضل دواء لأي مرض هو ما يشتق منه أو ما يستخرج منه طبعا إذا ما كانت الإشاعات في وسائل تواصل الاجتماعي عبر المنصات طبعا الأكثر نجاعة هو منصة تحاول أو تسعى لدحض هذه الأخبار الكذبة في تونس مثلا أنشأوا شبكة اسمها تونيجا شك نيوز أي شبكة تونسية من أجل تبين الأخبار ومن أجل فرزها وفلتراتها طبعا هذا هو اللوغو تاع هذا المؤسسة لمهمتها البحث وإصدار ما يمكن أن نقول عنه فتاوى نهائية في الأخبار هذا خبر صحيح هذا خبر زائف تثبتوا دكتورة فتح أبوغازي إلى أي مدى هذه الشبكة أو هذه الأرضية الإلكترونية بإمكانها أنها تحل المشكلة المواطن لم يبقى في حيرة من أمره هذا صحيح هذا خاطئ هذا يرجع إلى مصدر الخبر لأنه ضعف الشائعة يكمن في مصدرها إذا كان المصدر مجهول الشائعة بطبيعة الحال لن تنتشر في حين إذا كانت هناك هيئات معينة تتبع نفس التقنيات والإستراتيجيات كما ذكرتم بمعنى التطور التكنولوجي مهم جدا سرعة نقل المعلومة مهم جدا سرعة ضحض المعلومة أو شائعة مهم جدا فتوفير هذه الأرضية التي لها مصداقية بطبيعة الحال عند جهات رسمية جهات رسمية هي التي ستتبنى هذا العمل توظيف هيئات مختصة وكذلك أناس لديهم خبرة في هذا المجال من أجل مواجهة الشائعات ضعف الشائعة يكمن في مصدرها المجهول فإن كان لدينا بوابة مختصة في ضحض الشائعات أو إعطاء أو إشباع رغبة المواطن في المعلومة لأنه هنا الشائعة تنتشر إذا كان غياس المعلومة لكن هذا ربما أستاذة قبل هذا ينبغي أيضا أن نبني إعلاما رسميا عنده ثقة يثق فيه المواطن مستقبل هل نتساعد اليوم كم عدد الجزائريين نروح الموقع على المؤسسات الإعلامية العمومية كيف يحصل على المعلومة؟ ربما هناك ضعف حقيقة في هذا المجال هناك ضعف وهنا ننصح وحصل الشراكة بين المؤسسة العمومية مع شركة خاصة مع إذاعات ومؤسسات خاصة لأنه نعلم أن التكنولوجيا متاحة لشباب والشباب في الجزائر هو الفئة الساحقة 70% من المجتمع الجزائري هو شباب وشباب معظم وقته في شبكة التواصل الاجتماعي فبالتالي يجب أن نكون في مستوى هذا الشباب من حيث استعمال التقنية بنفس السرعة بنفس السرعة لأنه تحدي يعتبر تحدي هذا فبالتالي يجب أن نوفر شبكة تقوم بإعطاء المواطن أو تزويد المواطن بالمعلومات الرسمية من أجل إشباع رغبته الإعلامية لأنه لدينا رغبة في تلقي المعلومة من يقول ماذا لمن بأية وسيلة وكيف التأثير ورجع الصدفة فبالتالي هذه الأمور مهمة جدا يجب أن نكون في المستوى شئنا أم أبينا خصوصا أنه ربما قضية أنه يكون هناك بوابة الشيء سهل شوية على المواطنة وعلى المتلقية وعلى مستعمل وسائل التواصل الاجتماعي ودائما ما تبقى هذه الشبكة هي ربما حامي المعلومة ربما هنا ندخل في رسم السياسات الإعلامية رسم السياسات الإعلامية مسؤولية الدولة مسؤولية الوزارة الوصية كما أشرت أستاذ علي أنها ذكرت نموذج تونس مهم جدا نموذج تونس خصوصا أنه ربما إنشاء هذه الشبكة جاء مع الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية قال لك أنه الوضع هذا وضع سياسي خاص ووضع حساس ينبغي لنا أن نكون بالمرصاد أمام الأخبار الكاذبة والزائفة لتكون تجد البيئة الخصبة في هذه الظروف نحن نتشابه بالفعل إذن على المسؤولين على القطاع قطاع الإعلام والاتصال الرسم سياسة وإرادة سياسية استراتيجية إعلامية ليه؟ أولاً بناء مؤسسات إعلامية ذات مصداقية ليه؟ لربما للتصدي حتى لأن هناك صراع إعلامي عالمي صراع إعلامي عالمي في مواضيع استراتيجية حساسة مصيرية للأمة مصيرية للأمة في عصر قوة تأثير للصورة إذن هنا يجب يجب رسم سياسة إعلامية وتوفير جميع الإمكانيات البشرية والمادية للتصدي لهذا الصراع الإعلامي الرهيب جدا على مستوى العالم أستاذ عبد الحميد عبدوس ربما لما نتحدث حول ثقافة تعاطي مع الإعلام أو ثقافة تلقي المواد الإعلامية المختلفة والأخبار المختلفة نحن هنا ربما لا نتحدث عن نموذج الكوري الشمالي في الإعلام أو نموذج الشمولي لكن نريد فقط أن تكون هناك حرية الإعلام وآراء مختلفة لكن مع التثبت هذا صحيح أو هذا خاطئ لأنه هذا حق أساسي لكن ألا ترى أنه ربما الأمر يدخل في ثقافة ثقافة مجتمعية مجتمع ليس لي معلومة يقرأها في وسائل التواصل الاجتماعي يصدقها ليس لي أي شيء ره يكتب أو بيان ممكن ره صحيح لا بد من العودة إلى مصادر هذا الخبر والتحقق من هذا الخبر نحتاج إلى ثقافة؟ ولن نمط الإعلام الكوري الشمالي وأنا أعتذر أن أذكر دولة ربما لها جوان محترمة لكن كان مغري يعني لا يغري حتى المستهلك أن يقدم على هذا النوع من الإعلام الأحادي واللغة الخشب كما يسمى لأنه لما نقوم مثل ضبط الإعلام أو وضع فلتر الإعلام البعض ربما قد يقرأه على أنه غلق على الآراء وتحجر على الآراء لا نحن نريد فقط التثبت في هذه الصحيفة لا يقرأها لأنه يعني أن هذا موجه للاستهلاك وهو غير حقيقي وغير جداب هذا النمط من الإعلام لكن لما ربطت الإعلام بالثقافة هذا شيء مهم جدا نريد أن نربط أولا ترقية مستوى التعليم وتشجيع الإبداع والإنتاج الثقافي هذا سيخلق مناعة ذاتية للمتلقي لما يكون له مستوى من الوعي يستطيع أن يميز وأن يغربل هو بذاته لكن الشعيع تنتشر في الأوساط بالقليل الثقافة والجاهلة تنتشر بسرعة أما عند الطبقة أو عند المستنيرين المثقفين يستطيع أن يقارن وأن يغربل بأن هذا الحدث ويضع في سياقه نفس الأمر الذي ذكرت لك حول جمعية العلماء المسلمين الذي يتتبع مصار جمعية العلماء المسلمين يربي أن هذا من يتناقض مع هذه المواقف المتتابعة المتراكمة يتناقض تماما فحتى الذي صاغ الشائعة تنقص الدكاء والفطنة ربما الرغبة في التلقف وفي السبق الإعلامي هو الذي دفع هذه الوسائل الإعلامية بأن تهتم بها لكن لو هناك شيء من التثبت كان يستطيع إنسان يقول هذا الموقف لا يتناقض مع المواقف السابقة عالية يعني تجيبه شخص يتحدث وهو خاطئ تماما يعني وصلنا إلى هذه الدرجة تطور تقنية الآن تستطيع أن تظور صوت تستطيع أن تظور توقيات تستطيع أن تظور حتى صورة تركب صورة وفي بلدك صورة في موقع محرج لشخص ليس صورتي أبدا لكن تركب هذا من سياق فتخلق له مشاكل والآن ربما نصل إلى اللوب يعني أن يدعم الجانب الأخلاقي إلى الجانب الاحترافي لابد لابد يعني حتى نوفر إعلام دم صداقية ودنوعية أيضا نعم لكن ربما لما يكون الإعلام إعلام المواطن وإعلام تواصل الاستماعي أحيانا لما لا نعرف من أين تأتي هذه المعلومات من أين تأتي هذه الأخبار من الصعب جدا أن هذا كما تفضل أن نغلق عنها مصادر وإذا كان مصدر مجهول من الأحرى لا تمحصوا ثيقة ذا مصدر مجهول الآن أستاذ من مطلوب من مطلوب من الجميع من مؤسسات إعلامية من هيئات والأهم من أهم شيء هو من المواطن من المتلقي ما المطلوب من الجميع هناك ضوابط يجب أن يتبع الجميع المؤسسات الإعلامية أنا لست في محل أن أمل عليها توجهات أو سياسات لسياسات الإعلامية على كل مؤسسة إعلامية لها توجهة لكن هناك قواعد عامة قواعد عامة إذا احتكمنا إليها سيكون من السهل أن نتفق على إطار توافقي يعني حول مصداقية الخبر احترافية صحفي الجانب الأخلاقي لأنه الجانب الأخلاقي أيضا هو إنسان خاصة لدينا هنا في مواطن هو صحفي مسلم يعني يجب أن لا يتجرد عن هذه القيم التي تجعله مسؤول على كلماته في الدنيا والآخرة حتى إذا كتب شيء ولم يعره تماما يعرف بأنه سيسأل عليه غدا أمام الله سبحانه وتعالى ربما حتى الآن نحن نتحدث ربما خارجة إشاعاتنا تتدولها ما المطلوب بالنسبة للمواطن المتلقي المواطن المواطن ليس ليس كتيا صمار المواطن هناك مستويات عند المواطن هناك المتعلم هناك المثقف هناك الجاهل المواطن حسب يعني حسب موقعه وحسب تأهيله المطلوب من المواطن أن يرجع إلى المصدر الحقيقي الذي خالجت عنه هذه الخبر إذا كان جمعية العلماء لا يستطيع أن يسأل في إطار جمعية إذا عن وزير عن مؤسسات ليس كل مواطن عنده أرقامكم وهوتكم سأعلق عليه قليلا على وظيفة المكلب الإعلام مثلا في المؤسسات هذه هذا يتحمل مسؤولية كبيرة المكلب بالإعلام في المؤسسة هو البوابة الذي يجب أن يحرص على الحد من الشائعة لو أشكر ربما أكثر الناس يتحدثون أو يتواصلون مع المكلفين بالإعلام وهم من الصحفيين أول إن طيباء يقول لك معظمهم ليسوا كلهم يعني ريك دوت مونجي يعني ما يخدموش ويخلصوا هذه مهمة مكلف بالإعلام يعني ما احترامنا لمن يعمل ومن يجتهد منه طبعا التعميم خطأ ميزة ولكن هذه قضية يعني هي بالضمير إنسان يتحمل مسؤولية ويقبض أجرى نعم قبل أن نختم أستاذ شيك داند ما المطلوب من الجامع خصوصا من المواطن المتلقي لا نطلب من المواطن نحن نسمعه جمهور وسيل الإعلام في الإعلام لا نطلب من الجمهور الجمهور حر في تلقي المعلومة وحر هو حر لكن قضية الوعي في التعامل مع المعلومة الإعلام المنظومة الإعلامية هي التي تبني الوعي المواطن المنظومة الإعلامية هي التي تفند الإشاعة المنظومة الإعلامية إذا كان اليوم من صلاحية من قدرة أي مواطن أن ينشر عادي جداً عادي أي مواطن عنده صفحة ينشر ما يريد الإعلام المحترف لأن الطبيعة تابل فراغ الإعلام عندما يكون خلل في المنظومة الإعلامية ما كان إعلام تفند الإشاعة تقضي على الإشاعة المواطن يستهلك المعلومة فقط الآن وسائل الإعلام بكل أنواعها يجب أن تكون باحترافيتها هي التي تكون بتقديم خدمة عمومية في المستوى لكي توعي المواطن الآن لا تحمل مسؤولية المواطن مواطن مستهلك لكن تحمل مسؤولية القائمة بالاتصال القائمة بنشر المعلومة هنا أولاً جانب الأخلاقي يتدخل الجانب القانوني في حالة إنعدام الأخلاق يتدخل القانون هنا سلطة الضبط تتدخل لها مسؤولية كبرى إتجاه الإعلام وإتجاه التاريخ وإتجاه المجتمع نعم دكتورة فاتحة أبوغاز ما المطلوب مننا ومنكم ومن المواطنين ومن الإعلام ومن المواطن الذي يبحث في وسائل التواصل الاجتماعي ربما أنطلق من حيث ذكرتم مثال جوبلز هتلر استطاع أن يشتاح العالم بأسره بوزارة سماها وزارة الدعاية ووضع على رأسها شخصية جوبلز هي شخصية عندها نجوذ وعندها كاريزما في الإقناع وفي توجيه الرأي العام يكذب باحترافية فبالتالي أعتقد أن هيئة مختصة أمر مهم جدا هيئة تكون رسمية هذا الطابع رسمي مهم جدا التي تقدم الخبر الرسمي الخبر الصادق حتى لا يتوجه الجمهور كما قال الأستاذ شكدا الجمهور هو مستهلك ربما الجمهور يتصف بالعامية يتصف بي لكن كل ما رفعنا من وعي هذا الجمهور وأنه يضع دائما قاعدة أن ليس كل ما ينشر صحيح رفع الوعي يقع على عاتق هذه الهيئات رفع الوعي يقع على عاتق هذه الهيئات إذا كان هناك غياب لمثل هذه الهيئات التي توضح الرؤية والتي تعطي المعلومة الصحيحة فيتجه مباشرة الجمهور إلى الإشاعة لأنه لا يوجد هيئة تفند الإشاعة فبالتالي يتبع تلك الإشاعة لأنه يعتبر مستهلك للمعلومة شكرا لك دكتورة فتيحة أبو غازي الأستاذ المحاضرة بجامعة الجزائر تخصص تكنولوجيا الإعلام شكر موصول أيضا للأستاذ سعيد شيكدان آخر كلمة فقط الآن بما أن برنامجكم اليوم خصصتم لهذا الموضوع لهذا الإشاعة وسيلة من وسائل محاربة الإشاعة وسيلة من وسائل أن المنظومة الإعلامية تطلب الكثير هذا فقط مثال بسيط شكرا لك سعيد شيكدان أستاذ محاضر بكلية الإعلام جامعة الجزائر وأيضا للأستاذ عبد الحميد عبدوس العضو المجلس الوطني لجمعية العلماء المسلمين الجزائري شكرا لكم سعدت جدا بلقائكم اليوم بمنقشة هذا الموضوع مشاهدين كرام شكرا على كرام المتابعة ألقاكم بخير سلام الله عليكم شكرا لك سعيدا شكرا لك شكرا لك سعيدا شكرا لك شكرا لك شكرا لك